رحب بضيفتنا في الاستيديو الدكتورة ولا الشحي استشارية علاقات ومدربة حياة مساء الله بالخير يا مساء النور ومساء السعادة حياة الله دكتورة طبعاً عفواً الإنسان بس يتغير أن هذا شيء طبيعي أنه يحاول يطور من نفسه يطور من قدراته من مهاراته حتى يتناسب مع أسلوب الحياة اللي يالس يتغير يوم ورا يوم متى يقدر الإنسان يعرف أن هذا الشيء خارج عن المألوف التغيير اللي قاعد يصير هو عادة أن التغيير يكون خارج عن المألوف لأنه ما يكون أساساً الإنسان متعود عليه وقرار الإنسان أنه يخرج من دائرة معينة في حياته ويبدأ فيه بالتغيير تكون مختيارة وقرارة لكن إحنا وينيني فيه الكلام أن هذا التغيير مو خارج عن مألوف طبيعته لأنه يبقى يغير شيء في حياته إحنا اليوم نتكلم خارج عن مألوف ما هو عن عادات وتقاليد وأخلاقيات ومبادئ في المجتمع بشكل عام فهنا أصبحت اللي هي مثل ما هيين نحن اليوم نتكلم عنها الأوهام المجتمعية الأفكار اللي يبدأ الشخص يتبناها وهي أفكار غير مناسبة لا لبيئته ولا للمجتمعه ولا لشخصه أساساً يعني قد يكون هذا الشخص يعني ما يتليق فيه هاي الأمور اللي هو يسويها لكنه تبنى هذه الأفكار ويتبعها صحيح طبعاً كلنا نعرف أن الوهم متعلق بأسباب نفسية وسلوكية صحيح خلنا نقول متى التحول هذا يصير من ظاهرة إلى مجتمع أو مصطلح أوهام اجتماعية متى نعرف أن هذا الشيء اللي جاسي يسويه الشخص هذا يعتبر وهم اجتماعي لما يكون اللي هو يالس يسويه مو بحقيقي أنه عايش يعني إحنا ما نبقى نقوله غير حقيقي لأن البعض ممكن يأخذ المفهوم في الوضع الحالي اللي هو العوالم الافتراضية والواقع الافتراضي وهذه الأمور هذا جزء منها هي جزء من أنه عالم غير موجود لكن نحنا نخلقها ونصنعها لكن نحنا صنعناه للتعليم صنعناه للتثقيف صنعناه لأشياء ويعني استخدامات أخرى أما العالم الأفكار اللي الشخص يتبناها أنا دائماً شو أشبهها يعني حتى اليوم كانت عندي محاضرة تقريباً لنفس المفاهيم هاي أن نحن ندخل في الفقاعات هاي الفقاع من أفكارنا يعني أفكارنا نحن أفكارنا لما نحن نزيدها بمشاعر يعني مثلاً تكون مشاعر احتياج مشاعر حب مشاعر على حسب نوعية المشاعر اللي الشخص يتبناها فيه فهو مثلاً دخل في فقاعة أنه يريد يكون مشهور وهذه طبعاً الفقاع اللي هي إحنا نقدر نقول العامة في بين من الصغير إلى الكبير في هذا الوقت الحال اللي إحنا فيه وهم أنه مشهور بالضبط وهم أنه يكون مشهور قد تكون فعلاً هذه نية حقيقية وهدف حقيقي إن يعيشها لكن إذا هو استخدمها بطريقة صحيحة مو بوهم لكن لما هو يدخل ويعيش في وهم الشهرة اللي إحنا نشوفه على بعض وسائل التواصل الاجتماعي أنه يدخل ويسوي أشياء يعني غير مألوفة ومثلاً يسوي افتعالات ما لها يعني يعني الواحد مفاهم شو هي بالضبط لكن للأسف تشهرة بس منه اللي شهرة؟ الغرابة المجتمع والمتابع مو هو لكن اللي هو الفقاعة اللي هو عايش فيها بييها وقت وبتنفجر وبيطيح على رأسه صحيح دكتورة الكلام اللي قلتيه هويت حلو يعني بالأخص ممكن الناس أحيانا تتبع أسلوب حياة مو بحقيقي لكن هو يصدقه فأنا يحب يعيش داخل هذه الفقاعة مثل ما ذكرتي لكن دكتورة نفرض أن الإنسان مش هو وراء هذا الشيء بدون ما يحس تأثر بفكرة موجودة صحيح موجود أو ممكن شاف شيء وحاول أن يتتبعه بدون ما يحس يعني هو مقزدة كيف يقدر يحافظ على استقراره بحيث يرجع لوضعه الطبيعي خاصة أن المجتمع يأثر والإشارة نشوفها تأثر التأثير المجتمعي ويد كبير والرأي المجتمعي ويد كبير والفكر المجتمعي ويد كبير وله تأثير ويد كبير علينا بشكل عام اللي أنا أبو أقول اليوم أننا لازم كواعيين نفهم مفهوم ويد مهم اليوم يمكن تختلط بعض المفاهيم على المشاهدين خاصة لما احنا اليوم نتكلم عن أهداف ونوايا وبعدين أني نقول يساعدها مثلا التخيل والتأمل وغيرها من الأمور وبعدين أني للوهم المجتمعي أن شخص يعيش في وهم معين ويبدأ أن يغذي نفسه بأفكار معينة وطريقة معينة الأثنين قد يساعد فيهم الخيال لكن هذا الخيال اللي أنا بنيته على أفكار وأهداف واقعية وصلني لحياة أفضل نعم ممكن هنا هو يعيش وهم مثل ما انتي قلت بدون أخلاقيات وبدون مبادئ فهني هش المكان ما في قاعدة ما في أساس فعشان يكون المشاهد واعي أنا يالس أتكلم عن مفاهيم جدا مختلفة تأثير الجماعة أو تأثير المجتمع موجود أكيد وإحنا أصبح المجتمع حاليا عبر وسائل وسائل التواصل والاجتماعي وعبر الإعلام بشكل كبير وتأثيره كبير من الأبناء ونوايد أركز على موضوع الأبناء لين الكبار والشباب والمراهقين فلما مثلا أنت تتي مثلا أن تقول لواحد من الشباب أنت شو تبا تكون يقول لك أنا أكون بلوغر أنا أكون مشهور يعني متأثر لأن تستوي عندي فلوس وايد نعم حلو أنه عنده هاي المبادئ بس أنا شو أقومها وأقيمها هنا تأثير المربي أو تأثير الموجهة أو تأثير الشخص اللي يكون خلف هذا الأنسان ما يخليه ينقاط خلف رأي مجتمع وخلف صحبك قد تكون مو صحيحة أو يستخدم الأهداف اللي عنده بطريقة غير صحيحة ممتاز خليك تكون بلوغر خليك تكون لك صفحة على القنوات الوساط التواصل الاجتماعي بس تعال لازم نفهم لازم الأخلاقيات كذا ومبادئ كذا وإحنا ديننا فيه كذا ودولتنا كذا وبيئتنا كذا وعاداتنا وتقاليد حلو أن أنا أوضح كل هذا وأوجه وأرشد وأعطيه الطريق ليجرب بس ما أيه أقول لي يعني يلا توكل وشوف فلان وفلان وقلد فلان وفلان نعم طيب أنا الآن من الممكن نحنا تكلمنا كثير عن الأوهام المجتمعية هاي الأوهام المجتمعية لازم نعرف من اللي ابتدعها من اللي طلعها على المجتمع من اللي خلاها تكون موجودة في الوقت الحالي وهل في فئات في المجتمع من الممكن تكون أكثر انجذابا لهذه الأوهام من غيرهم خلا نقول ممكن يكونون الشباب ولا الفتيات سؤال وايد عميق وسؤال وايد حلو والصدمة فيه أننا أقدر أقول لك أن كل شخص فينا مسؤول عن وهم اجتماعي أو وهم مجتمعي يعيش فيه يعني احنا مسؤولين نعم هاي مسؤولية في النهاية فاللي أقدر أقوله أنه ممكن أنت تعتقد أنه ممكن أنت تخلق وهم مجتمعي بس له فائدة يعني حتى لو أخذ الشخص واستفاد منه بسلوك معين وبفكر معين يصبح مو وهم يصبح حقيقة وواقع يستفاد منه لكن كلنا مشتركين في هذا الوهم المجتمعي كلنا مشتركين في خلق الأوهام المجتمعية لكن وين تروح؟ أما حاليا فهناك ناس شغالين فعلا على نشر الوهم المجتمعي ونشر الأوهام المجتمعية ممكن البعض يقولون أنتم من الصبح ياسين ترمسون وهم مجتمعي وهم مجتمعي شو السالفن شو تقولون بالضبط الوهم المجتمعي هي الأفكار المنتشرة بطريقة غير صحيحة هي الترندات خلينا نكون نكون واضحين وواقعيين لأرض الواقع الترندات اللي ظاهرة ترند كذا ترند أغنية ترند أكلة ترندها وممكن ما يكون فيه حقيقة يعني مثلا من أبسط المفاهيم يمكن الحين كل المشاهدين بيكونوا مبسطين لهذا المثال مثال بعض السويس أو الحلاوة اللي كانت بطريقة معينة وهبة تهبة هذا وهم مجتمعي رفع سعر السلعة في السوق خلاها على مستوى الوطن العربي الوطن العربي أو العالم بأكمله تستوي ترند مع أن السلعة يعني عادية جدا وممكن كانت تكون منتشرة بشكل عادي لكن أصبح لها سعر معين وطلب معين وهم بالضبط ولما يابعوا الناس هذا الوهم عشان يجربونا لاتباع الوهم المجتمعي المنتشر كان الرأي المجتمع بين الأغلبية أن لا تستحق هذه الضجة اللي صارت عليها هذا هو الوهم المجتمعي بكل بساطة لدرجة يا دكتور أن حتى اللي ما يحب السويت صار يحب السويت من وراء هذا الوهم أنا ما عرف تنزيلة الحين لذا الحين لا أفعل إحنا ما نبقى نقول لأننا عنا قناة يعني شيء بس أنه واضحة الفكرة أكيد واضحة دكتور طبعاً في شيء ثاني أنه في وهم يصيب بعض الأشخاص بطريقة أنه عنده أفكار عن نفسه مثلاً يقول أنه أنا أحسن حد أنا أجمل حد أنا أقدر أسوي هذا الشيء فكيف يقدر يتخلص من هذا الموضوع بالأخص هذول الأشخاص يمكن هو مو حابب يتخلص من هذا الشيء يعني بالنسبة إلى شيء حلو أنه أنا الأفضل نحن هنا لازم بعد نكون أكثر وعياً من أنه نحن بس نتهم هذا الشخص أو نحكم عليه بهذه الطريقة بعض الأشخاص فعلاً هو شخص شايف في نفسه هاي الشخصية أنه قادر على فعل شيء معين أو قادر على عمل شيء معين أي أنا فعلاً وأعطيه مثلاً مثل مهام أو شيء عشان أثبت له أنه هل أنت فعلاً تستطيع عمل هذا الشيء أو لا إذا ما كنت تستطيع هل أنت فعلاً ترغب أن تعمل هذا الشيء؟ صحيح هنا هذا هو السؤال يعرف قدراتك هل فعلاً أنت ترغب لأن الرغبة هي بداية طريقك أنك تصنع هذا التغيير في حياتك جميل فهل أنت ترغب فعلاً لصناعة هذا الأمر هل ترغب فعلاً أنك تكون عندك هاي المهارة أو هاي التكنيك في حياتك إذا كان نعم فالتجب بالاتجاه الصحيح أنك تعلم ابحث اتدرب وبعدين مارس هذا الأمر ويكون مسؤول عن ما تمارسه جميل جداً جميل جداً صراحة أنا أستمتعت كلام جميل دكتورة أنا أكثر أحد مستمتع في اللقاء أنا ما أود للفقرات خلص لكن للأسس الوقت خلص من عندك نعم طبعاً كل الشكر لك الدكتورة ولاء الشحي استشارية علاقات ومدربة حياة على هذه المداخلة الجميلة وهذا الموضوع اللي نتناقشنا فيه صراحة كثير استفدنا منها شكراً لكم وشكراً لهذا اللقاء ودائماً إحنا في هذه اللقاءات يعني نبث روح الوعي بين المجتمع ونوضح أنه مو كل شيء يعني يكون على وسائل التواصل الاجتماعي قابل لنشره أو أن الإنسان حتى يكون يعني يقلد أو يكون أو يتبنى صحيح دكتورة شكراً كل الشكل لك طبعاً